السلام عليكم كيف حالكم يا شباب عساكم طيبين اليوم عندنا عندنا شرح التطبيق في الابل ستور انا اعتبر عدة تطبيقات داخل تطبيق واحد يعني فيه ميزات كثيرة سواء من تحميل ملفات سواء من حفظ في الالبوم سواء من ارسال الى سناب شات شي شي كثير انا راح اعلمكم اياه او سوى تعديل تعديل الفيديو او كتاب على الفيديو الان راح اعلمكم خطوة خطوة تابعوا الشرح ندخل الان الى ابل ستور نكتب ادارة ملفات تلقى هذا اول تطبيق اللون الاخضر صراحة سبعمية وثلاثة وخمسين الف واحد حم من تطبيق التقييم كلها خمسة نجوم من قوة البرنامج ويعني شي شي خيال للبرنامج فوق هذا كله مجاني ندخل تطبيق او شي يطلالك الواجه هذي الواجه هذي فيه مستطيل فوق رابط التحميل اللي هو نكتخذ رابط التحميل من اي موقع او من اليوتيوب او غيره وتنصق هنا وتحمل مثلا زي كده بس تحميل راح يجيك اكثر من فيديو بجودة مختلفة زي ما عندك هنا صوت صوت الفيديو فقط او انك تبغى اا الجودة متوسطة على حسب عندك اا الجودة عالية لكن غريب في المضع شانه ان التحميل جدا جدا سريع يعني ما هو ذاك البطيء اللي يعني يتعبك وتقع شبكتك او تضع المزيد اختار اي جودة تبغاها موجودة هنا عندك اكثر من جودة اللي يجبك حمله سواء من صوت من من مرئي اللي يعجبك اذا الرابط مو بي عندك مو يحتاج انك تخش جوجل او تخش اليوتيوب او تخش عشان تنصق الرابط مجرد ما تخش على جوجل هنا على الكرة الارضية اللي تحت المستطيل يطلعك جوجل اكتب ابحث اللي تبغاه راح وانسخ الرابط وزي ما قلنا لك اضيفه في وضيفه في المستطيل راح يتحمل معك او ما تحمل خلينا مثلا نجرب نحمل اللي توجه هنا تخش على تنزلات تجد المقطع يعني نزل مية في المية ترجع على ملفاتي تجد المقطع موجود في ملفاتي هنا في اكثر من خيارات يعني يعني ممكن تحمل اكثر من تطبيق عشان الخيارات هذي الموجود كلها في تطبيق واحد ماذا لن نجي على المقطع ذا نضغط على الثلاث نقاط الموجودة هنا يطلق باكم الخيار سواء نتغيل الاسم ما اهم هذي لكن ديك تنسخ نزخة ثانية من الملف حقك او انك تحفظه في البوب الكاميرا اغلبة تطبيقات الموجود فيها تحميل ما يكون فيها الخيار ذا مجرد انك تحملت يبقى في نفس البرنامج او انك تصدره من من التطبيق الملفات الى اي تطبيق ثاني او انك ترسله الى سناب شات الاغلبية او الكثيرية يدولون هذي الميزة اللي هي انك ترسل الى سناب شات بحيث انك ما يطلع من البوم الكاميرا ثلاثة شهور او اربعة شهور فترة طويلة الناس ما يحبون الكلمة ذي في مجرد ما تخشين تسوي ارسال الى سناب شات يقبل معك ستين ثانية فقط راح يجيك في نفس الوقت كأنك انت الان مصورة يعني راح يجيك واحد دقيقة ثلان دقيقة ثلاث دقيقة طبعا هنا تحت مكتوب تعديل الفيديو تخش على الفيديو وتعدله على كيفك تقصص راح تزيل اه صوت الموسيقى او انك تزيل صوت البشري او انك تصغير حجم الفيديو بدا يجيك ميجا ميجا اثنين ميجا راح يجيك اصغر ملف يكون صغير بحيث انه ما ياخذ مساحة مثلا في الجوال او ما ياخذ في الكمبيوتر او شي اي شي ثاني هنا تعكس الشاشة الفيديو سواء من تحت الافوق المين يسار تتوليش فيديو سرعة الفيديو او انك تحوله الى صوت او انك تكتب على الفيديو عبارات يعني شي رهيب جدا او انك في نفس التطبيق تضيف اكثر من صورة وتقدر تسوي اللهم صلي على محمد ملصقات في الواتساب نفس البرنامج هذا لكن ما عندي صور لان ضعيفها هذك راح يكون شرح بعدين طبعا هنا الاعدادات اختار الاعداد اللي يريحك يعني مثلا مثلا ليله مظهر الليلي او اللون هذا او اللون هذا او انك تحدد المظهر من تعديل المظهر هذا الشي ما يهم لكن هنا انت كل ما حفظة مقطع مش تحيك تخش ترسلة الى او تحفظ في البوم الكاميرا مجرد ما تخش الاعدادات وتضغط على البوم الكاميرا تجد هذه الخان هذه غير مفاعلة مجرد ما تضغط عليها ستتفاعل معك اي مقطع تحفظه على طول راح يتجه الى البوم الكاميرا بعد ما ينتهي للتحميل عاد هنا فيه اكثر من محرك صراحة بن رامج وجبار مرة اكثر من محرك سواء جوجل ياهو يعني ما ان شاء الله تبارك الله ولا تنسونا من اللايك والاشتراك ويرطيكم العافية على حسن الاستماع وشكرا لكم